يعني مواهم كثيرة وإحنا هنا بنزيع مباريات 2005 دوري قوي دوري الجمهورية ما شاء الله كمان فيه لعبيين من 2005 دلوقتي بقوا بيلعبوا دوري ممتاز لعيبة أصبحت أساسية في فرقها كمان في الدوري الممتاز أول تجمع للكابتن والرياض اللي أعلن عن قائمة منتخب مصر زي ما احنا شايفينها كان من الفترة 14 حتى 20 أكتوبر حراسة المرمة حازم جمال عبد المنعم تامر محمد الشناوي أحمد جابر خط الدفاع كاميرون إسماعيل وهقول له حقيقة مين كاميرون ده وبيلعب فينه وقصته ايه مهاب سامي حسين أبو المعاطي معتز محمد عبد العديد السعيد أحمد مجد أحمد عبدين محمد نبيه حمد صلاح محمد سمير يوسف عبد الحفيظ محمد إبراهيم في خط الوسط مروان محمد عبد الرحمن كتكوت محمد السيد محمد عبد الناصر أحمد خضري يوسف عفيفي يوسف أحمد حسن عمر ياسر أحمد خالد عمر خضر يحيى شام هادي عمر كريم حامد فتح عموري لعب الاتحاد السكندري عمر خالد خط الهجوم حسن صابر محمد زعلوك وكريم سعيد ماشاء الله عندنا من نادي الأهلي حازم جمال عندنا في خط الدفاع فيه عندنا معتز محمد عندنا أحمد عبدين عندنا يوسف عبد الحفيظ عندنا في خط الوسط عندنا كباكة عندنا عمر خالد ماشاء الله ايضا عندنا فيه الهجوم محمد زعلوك دون لعبي النادي الأهلي ده أول تجمع للكابتن وارياض من الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر خط الدفاع أول لعب كاميرو اسماعيل ده ده واحد من ناشئي لعبي الأرسنال نادي الأرسنال ودي خطوة بحيى عليها الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب النهارده خطوة مهمة جدا لما يتم البحث والتنقيب عن المواهب خارج مصر فيه لعبة كتير بتحمل جنسية مزدوجة بيبع عنده الجنسية المصرية جنسية أخرى فالنهارده إن أنا أدور على المواهب المتواجدة برة أبدأ أدور عليها أبحث عنها أتواصل معاها أجيبها معسكرات المنتخب مصر ممكن لعبة تعلم معايا ولعبة تفضل معايا بدل ما تروح تلعب في منتخبات أخرى علشان كده النهارده دي خطوة مهمة جدا لمنتخب مصر للشباب موليد 2005 وجهاز الفني ابدأ دور على المواهب اللي خارج مصر زي كاميرون إسماعيل لاعب قطاع الناشئين في نادي الأرسنال إن شاء الله يكون إضافة لمنتخب مصر للشباب المعسكر زي ما قلت لحضراتكم من 14 ل 20 لسه ما زال في لعبة مميزة في منتخب مصر للشباب لسه في لعبة هتنضم من خلال فترة اللي جاية عندنا في حراس المرمى أيضا عمر كامل واحد من الحراس المميزين جدا في 2005 محازم جمال كان حارس منتخب مصر 2006 عندنا إن شاء الله عمر سيد معود ربنا رجعه بالسلامة بعد العملية خلال شهور وصيارة يرجع ويبدأ يروح لمنتخب مصر 2005 عندنا محمد رقفة هداف دوري 2005 واحد من اللاعبين المميزين مهاجم وبيلعب طرف بلعب في وسط الملعب بلعب كذا مركز عندنا بستنجي عبدالله بستنجي مركزه الأصلي بيلعب مساك هو آه كابتن علي عبدو كان لعبه في مركز مختلف عن مركزه مباراة الأهل وزد لكن مركزه الأصلي مساك اللاعبة اللي أنا بقولها دي اللاعبة برشحة لمنتخب مصر الشباب طبعا لسه ده أول تجمع كابتن وقال وجازه الفني القايمة كبيرة لكن خلال الفترة اللي جاية هيبدأ يدور ويبدأ يتابع الدوري زي ما هو متابع وهتبدأ فيه لعيبة تروح لمنتخب مصر الشباب ومهم هنا الفرصة لما تيجي إزاي اللاعب يسبت نفسه ويقدر يقول أنا موجود ويمسك في فرصة ويكون متواجد في منتخب مصر للشباب